السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيلم don't look up في الاول بنحس ان هو فيلم عادي بيتكلم عن مزنب هيدرب جاكوة بالارض وامريكا بتبعت صاروخ عشان يدمر مزنب دوت يا ده في عشرات الافلام بتحكي الناس القصة لكن الفيلم مختلف تماما الفيلم ممكن نسمه لثلاث محاور اول حاجة اكتشاف المزنب تاني حاجة محاولة رفع الوعي ثلاث حاجة ردود فعل الحكومة اصحاب الشركات العملاقة والشعب نفسه المحور الاول احنا الدكتورة بتكتشف ان في مزنب فتفرح بيه وبتسميه باسمها لكن الدكتور بيقولها ده المسار بتاعه هيصدن بكاكها بالارض وبالحجم دوت ممكن يقضي على كل الحياة البشرية فبيتصلوا بقى بالرئاس الامريكية فعل طول اللي بعتوا طيارات خاصة تعالوا بسرعة وبيروحوا بس بكتشف بقى ان رئيس امريكا عندها حفلة تهور بانتخالتها فمعلش بقى استنوا اتنان يوم معلش في مقابلة تلفزيونية استنوا وهكذا يعني في استهتار وحتى لما بتقعد مع رئيس امريكا كل همها الموضوع هيديها نقط ولا مش اديها نقط ده هي كان ما بتطلع شوية بتشهب سجاير لان خايف تخسر نقط لكن لما تلعت وتشهب سجاير النقط زادت طب في انتخابات جاء قريب طب خلاص ناجل الموضوع لحد ما تخلص الانتخابات عاست ما ننصرش على الدرجات اللي هي ممكن تاخدها ونخليها بعد كده تبدأ هي بتفكر ازاي نتصدى للكارسة داية تمام فيعني تحس كده رئيس امريكا ترامب او اي رئيس امريكي اتافه او يعني والكارسة ممكن تكون كارسة زي موضوع المنعيخ زي الفيروس السيطار اللي بيدور بيه الموضوع فبيقولوا طيب خلاص نرجى ليه الاعلام بغير يفاجأوا ان الاعلام كله تافه يقولوا ان المزانة بيدرب الارض يقولوا طب هيقوا على بيتي ولا بيت خاطبتي طب يعني فيه تسفيه للموضوع طب رد فعل الدكتورة بتتنرفز او بتتعصب فالسوشال ميديا بيسيب كل الكارسة اللي بتحصل ويركز على نقطة واحدة شكلها ويبدأوا عملوا عليها الكوميكس والترياة والحاجات دي من غير ما ينتابهوا للكارسة يعني فيه تفاهي على مستوى الدولة وعلى مستوى الشعب وعلى مستوى الاعلام طيب بيحصل ضغطات وكسس طويلة فالحكومة بتقول احنا احنا هتصدى للمزنب دوت وهنبعت الصواريخ تدمره ففعلا بيجهزه الصواريخ ولك احنا نحطه بوحد بطل امريكي ليه لازم يكون فيه رمز ما ممكن كل حاجة بربوت كنترو لازم يكون فيه رمز يضحي بحياته فاحنا نشوف واحد كده يكون ايه رمز بحيس ان يبقى فيه قصة استورية تتحكي عنه وحاجات زي كده وطبعا كل هدفهم ان الشعب يتفاعل معهم فبقى فيه فوز في المؤكد للانتخابات وفعلا بعد ما بيتلوكوا الصواريخ وبيفاجئوا ان الشركات بتتدخل وبتقول لا احنا المزنب ده فيه دهب كتير طب وليم ندمره 8 سنة حد ما يجي قراب مكاكب الارض وبعد كده انفتته وبعد كده ناخد الدهب دوت لما يقف المحيط ونبدأ ان احنا نسرف عليه حتى لو ويع على كام واحد وما يتو بش مشكلة احنا بنتفاعلون تعود دوت بس المهم ان احنا نحن نحصل على المعادن السرية اللي موجودة فيه المزنب دوت عشان هنقضي على الفقر ونقضي على البيروقراطية يعني اي كلام في الخلاط بحيث ان ايه الناس تتفاعل معهم والناس اتباه معهم ففيلم رائع فيلم خليج تفكر بحاجة كتير جدا التمثيل الرائع الحوار جميل جدا اتمنى الفيلم يعجبكم صداني مش زي الافلام السابقة اللي بتحكي لامس القصة انها مختلفة تماما الكصة مختلفة ففيلم صهره ممتع ان شاء الله موسيقى